هذا وركزت النسخة الثانية من برنامج رهان المستقبل التي ينظمها معهد البحرين للتنمية السياسية على ضرورة تمكين الشباب واعتبارهم أولوية وطنية وقد تضمن برنامج رهان المستقبل ثلاثة مراحل أساسية شملت تقديم دورات تدريبية وورش عمل بالإضافة إلى عقد لقاءة مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وتقديم مبادرات مبتكرة تتعلق برسالة وأهداف المعهد النسخة الثانية من برنامج رهان المستقبل التي ينظمها معهد البحرين للتنمية السياسية تأتي تنفيذا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لتركز على ضرورة تمكين الشباب واعتبارهم أولوية وطنية لتحفيز مشاركاتهم الفعالة كقوة عمل وبناء تساهم في عملية البناء والتقدم لنهضة الوطن ارتكز البرنامج في هذه النسخة على عدد من المشاركات النوعية لشباب البحرين والتي خضعت مشاركاتهم لتقييم ومتابعة من لجنة التحكيم الخاصة بالبرنامج حيث وضعت مجموعة من المعايير الخاصة بالمبادرات ضمانا للشفافية وسعيا لتحقيق أهداف البرنامج إذ أن برنامج رهان المستقبل قد تضمن ثلاثة مراحل أساسية شملت تقديم دورات تدريبية وورش عمل لموضوعات مختلفة تتعلق بالسياسة والاقتصاد والقيم الحقوقية أما المرحلة الثانية فتضمنت عددا من اللقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة أما المرحلة الثالثة فقد تم تقسيم المشاركين فيها على ثمان مجموعات من أجل تقديم مبادرات مبتكرة تتعلق برسالة وأهداف معهد البحرين للتنمية السياسية طموح كبير يرسمه هذا البرنامج النوعي يجسد الرسالة النبيلة لمعهد البحرين للتنمية السياسية في تعزيز دور ومكانة شباب البحرين سياسيا واقتصاديا وثقافيا ليكونوا على قدر كبير من الوعي بالمسؤولية الوطنية التي يحملونها في المساهمة الفاعلة بمسيرة النهضة والبناء التي تعيشها مملكة البحرين ليحققوا من خلال الدعم الكبير والفرص النوعية بهذه المشاركات طموحاتهم وأهمالهم البناء في خدمة وطنهم ومجتمعهم ليكونوا كمعاهدهم الجميع طاقة بناء وتطور وازدهار اشتركوا في القناة